ماذا سوف تفعل أمام مطالب الفلاح المصري الريف على فكرة بتتكلم في حاجات تانية خالص مالوش نوع باللي احنا فيه يعني أنا برضو أنا من جزور لها علاقة بالريف وباستقبل الفلاحين منها خاربة وباشوف ايه اللي بيحصل لا لا يمكن ان يكون الحالة على ماهوزح على ماهو عليه هو طول عمر السياسة في مصر اخناقت أفندية ولا دا تغير في يناير ويونيو طبعا هي المسألة تمركزت على مستوى معين بعد يناير 25 لأنه بدأ يبقى فيه كده احساس بالوصاية على المجتمع المصري لأن 25 يناير ماشي صورة فلاحين ولا صورة عمال ولا صورة موظفين دي صورة الكترونية للشباب الذي يطالب بما يريد من طبعات لم تكن مهمشة يعني مكنش لا علاقة حتى اذا تحدست تحدست عن بعد و 30 يونيو تقرر ولذلك أنا أحسي أقول لك حاجة 25 يناير دي أفرز الشخصيات أنا في رأيي أنها لم تكن شخصيات لائقة أبدا مش أحسي أتكلم عن أسماء طبعا اللي جي من الخارج واللي جي من الداخل هي فكرة احتقاء أنا بس أسأل لي أنا أحسي أقول لي أنه الريف بيتكلم في حاجة تانية خالص هل السياسة لسه في مصر شغلة الأفندية ولاد العاصمة والمدن الكبيرة ولا الموضوع يتغير من بعد يناير ويونيو يتغير يتغير من بعد يناير ومن بعد حتى من قبل كده بكتير ظهر الطبقات معينة من الريف يعني كفينا يعني صديق بالناس عرف لكل اسم محمد الطحان ده طيار كان بيسوق الطيارة بالنهار ويجي يكتمع معنا بعض الضهر وكان في مجلس الشعب ورئيس لجنة في مجلس الشعب وراجل قدير جدا صاحب تقرير مهم في بسات العبارة وراجل نزيه ونظيف جدا وانا أحبه منكم حمادة ومن عندنا من البحيرة مثل هذه النوعيات قادرة على أن تطرح أفكار كان يقعد يكلم تقول نهار كلامي ببقى تلم من وراء أفكار كتيرة جدا الواحد بعيد عنها لكن هو بيلمسها كل واحد في مجاله لديه القدرة على أن يضعك أمام حقائق معينة إنه مش المسألة أنا كنت تبقى تتكلم طول النهار وخلاص لا فأنا عايزه يعمل لي كده ويقول لي السياسة التموينية صحة ولا لا يحيي لي أن مصر لم تقع في سنوات الكورونا ولم يحصل فيها أزمات تموينية لازم يقول لي هذا كلام دول كتيرة حصلت حتى أوروبا أنا بقول لك حفيدي كان بيقول لي أن الرفوف في السوبر ماركتس في لندن فاضية أيامية وما عندي هنا محدش يشتكى من غياب سلعة تنموينية ده جهد ضخم من الدولة أنا مرة كنت أتكلم مع مسؤول محترم عن حقوق الإنسان والبغبغة بتاعت المثقفين اللي بنكلم بها كتردي قال لي حقوق الإنسان إيه تعالى شوف المياه الأسنة اللي بتشرب منها بعض القرى حقوق الإنسان أساسا هي كوب ماء نظيف حقوق الإنسان الاقتصادية حقوق المسكن لأنه دي أمور مفروض أنها مسلم بيها لا مش مسلم بيها عندي مفروض لا ده في المجتمعات الرافية لا 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 هو أنا قد عنده طرف حقوق الإنسان بقت المثلية والحاجات السقيفة اللي بيعملوها دلوقتي دي لا أنا ما عنديش كده أنا عندي ما عنديش طرف اللاكجري إن أنا أتكلم في الحاجات دي أنا عندي مشكلات حقيقية لازم أواجع موسيقى موسيقى